مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذه الحلقة ومن هم الدولتان التي ساعدت المخابرات السعودية في قتل الكاتب الصحفي جمال خاشوجي داخل الكنسولية السعودية في إسطنبول وقال الدكتور محمد المختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان في جامعة حمد بن خليفة إن مصادر تركية وصفها بالموثوق بها أخبرته أن السلطات التركية تتهم السعودية ودولة أخرى بالضلوع في جريمة اغتيال خاشوجي وأضاف الشنقيطي خلال لقاء سابق مع الجزيرة أن السلطات التركية وبحسب المصادر لديها أدلة قاطعة بشأن عملية الاغتيال وستكشف عن تفاصيلها خلال يوم أو يومين واحد من المصادر الوثيقة التي تحدثت إليها اليوم يقول أن السلطة التركية تتهم دولتين ليس فقط السعودية وحدها وإنما دولة أخرى للإطلاع أو في الضلوع في هذه الجريمة لكنه لم يحدد طبعا اسم هذه الدولة ولا هويتها وهذا الأمر ربما سيكشف عنه حينما تكشف السلطة التركية كل أوراقها وتعد الإعداد الدبلوماسي لإخراج الموضوع بطريقة المناسبة لكن أكد لي مصدر ثقة من اسطنبول اليوم أن الأمر وراءه دولتان السعودية ودولة أخرى معها إلى حين أن تعلن السلطات التركية فإنه وفقا لنظرية الاحتمالات إن هاتان الدولتان إما ساعات المخابرات السعودية قبل القتل يعني قدمت الأدوات أو تسهيلات كي يتم القتل أو ساعدتها خلال القتل من خلال أرسلوا أناسي يساعدوا ضباط المخابرات السعودية في عملية القتل نفسها أو ساعدوا ضباط المخابرات السعودية فيما بعد القتل في عملية الإخلال أولا احتمال أن يكون المساعدة قبل القتل مركز الجريمة مدينة اسطنبول التركية والخمستاشر ضبط مخابرات السعودية أتوا بطائرتين خاصتين إلى اسطنبول يوم الجريمة وقت ما جمال خاشوجي كان موجود داخل الصفار هذا معناه الصفارة كانت القنصلات السعودية أبلاغ الجمال خاشوجي أنه يأتي في هذا اليوم فيحصل على الشهادة التي تفيد أنه غير متزوج لأنه كان سيتزوج مواطنة تركية والقانوة التركية بيشارت أنه يكون يثبت أنه غير متزوج بأخرى فقد يأتي وقد لا يأتي وبالتالي ضباط المخابرات السعودية ده المتوقع انتظروا في دولة مجاورة قريبة بحيث لأنه عشان يأتي أختي من مصر مثلا محتاج ساعتين زمن فمحتاج يحتاج جمال خاشوجي داخل البلد ساعتين كي يأتوا من الرياض محتاجين أربع ساعات أو خمس ساعات طيراء فيكون أصلا الوقت قفل وجمال خاشوجي جسا في الصفارة وممكن قطب تقول أين اختفق وجمال خاشوجي كان متخوف من هذا السيناريو قبل خطبته إذا حصل شيء اتصل بمستشار الرئيس أردغان فهذا مفاده أو التوقع الاحتمال الأقرب أن الطائرتين كانت في بلد مجاور لتركيا وقريب بحيث أنه على طول يوصلوا إلى الأراضي التركية وعلى طول يخرجوا من الأراضي التركية الحرامي يبقى على طول لما بيسرق بيبقى فيه موتيسيكل منتظر ويطلعوا ويجري فأقرب بلدان ليه إسطنبول من اليونان بلغاريا قبرص وممكن مصر مصر أقرب من ستين مرة من السعودية المسابق بين مصر وإسطنبول ساعتين وربع زمن تمام لكن اليونان خريبة جدا وطائرة خاصة يعني ممكن يطلعوا من أي جزيرة يونانية يكونوا في خلال نصف ساعة داخل أراضي التركية في إسطنبول ولو بلغاريا الحدود ببلغاريا وإسطنبول تقريبا 250 كيلو أو 300 كيلو يعني في تلت ساعة يصلون في التارتين لإسطنبول ثم يغادر مرة أخرى لكن هنا مدى علم السلطات في الدولتين المفترضتين طبعا لا نعرف لما السلطات التركية تعلن ذلك ستطلح الأمور الاحتمال الثاني وهذا هو الأقرب أن الدولتين المقصودتين ساعدتا في عملية القتل نفسها إما بتقديم مواد مواد قتل أو إذابت بسمانه يؤيد هذا الاحتمال التصرحات التي نشرت على لسان مسؤولين أتراك في وكالة رويترز من أن الكاميرات كاميرات التركية خارج القنصلية سجلت شخصا غير موظف في الكنصلية السعودية واحد من خارج الكنصلية كان بيجمع في حقاة عربية سودة متأفلة تمام وبيأتي بحقائب ويضحها في السيارة ومشي شخص غير موظف في الكنصلية السعودية هذا السؤال إذن هناك شريك في الجريمة أن ده اتفقوا معاه أنه يقتل وتيجي أنت تشيل ده 15 لابة مقابرات هيستجوبه ويقتله ويمشوا من اللي هيشيل الجسة أو كده هذا الشخص فإن كان قد علم بواقعة القتل قبل حدثها فيصبح هو شريك في جريمة القتل لأنه جايد ويظهر أنه يخلل الجثمان نفسه بعد ما يقطعوه أو ينشروه أو كده يحط في شونط ويمشي أو إن كان أبلغوه بعدها وأنا استبعد هذا يبدو يكون عارف أنه هيئة هتيجي وتعمل كده يعني ويفرد اختصروا بيه يوم بعد ما قتله تعالى أنت فين يقول لهم أنا والله في مدينة مثلا أنقرة ولا أبقى من رحلة البورصة ولا بتاعها فهيخده وقت كدير جدا على ميجي يعني فلابد أنهما يكونوا مرتبين معاه سابقا يبه هذا الشخص لو لم يعلم فتبطور المسألة أنهما أخفى جثة ولكن لم يقضل لكن الأغلب أنه هو على علمه مسبق لأنه كان محضر نفسه ومجاهز نفسه وهم أكيد طبعا مرتبين مع المسألة بحيث يحضر فورا مفيش وقت نضيعه لأنه ممكن تحصل كارثة أو اقتحامل القنصلية أو أي طريق يعني هذا الشخص خرج بالسيارة ومعه الجثة المفترضة أنه مقطعة وفقا له أنه في الشنط بيرجحه أنه أما دفنوا في القنصلية أو أذابوا جثمانة وداخل القنصلية بسائل من السوائل اللي بتديب الأجسام تماما ودفنوا داخل أراضي القنصلية بقى في الأرض ولا في أي مكان أو أنه الشخص ده أخذ الجثمان في الشنط وغادر إلى جهة أخرى هنا هذا الشخص الذي غادر ومعه الجثمان إذا كان هو إما اتجه إلى غابيات فيها الجثمان أو كذا ودي مسألة صعبة لأنه في النهاية هتيجي الكلاب تمبش وممكن البحث الجنائي وكذا ويعني المسألة فيها قطورة هنا ممكن هذا الشخص يكون قد اتجه إلى سفارات دول على علاقة وثيقة بالمخابرات السعودية ممكن تكون الكنصلية المصرية في اسطنبول طبعا الكاميرات هي اللي هتجيب البن آدم ده أين ذهب يعني هو ذهب يخفي الجثة فيه كنصلية أخرى فمين اللي هم على القنصريات أو السفارات اللي على صلة وثيقة بالمخابرات السعودية ممكن تكون مصر ممكن تكون الإمارات ممكن يعني اللي تبعي الأنظمة بإيه بتاعته استبعد أن يكون المخابرات السيسي مخابرات عسكر الصليف في مصر قد شارقت في عملية القتل ممكن المخابرات السعودية طلبت مخابرات السيسي معونة فيما بعد القتل يعني خبونا الجثة دي عندكم ولا حاجة حيث لو جايك فتفتيش ولا ما فيش أي حاجة بروح دوار وقت لماذا لأن مخابرات العسكر في مصر نفذت اغتيالات سابقة يعني عندها خبرة في هذه المسألة خارج الأراضي المصرية ولم يتم القبض عليها وخاصة في بريطانيا يعني قاتلوا الفريق اللي سناصف رئيس الحرس الجمهوري في عدى أمر ساد أمر ساد قتلوا وقتلوا سعاد حسني الموثلة المصرية وقتلوا اسموا ايه ده أشرف مروام مدير مكتب أمر السادات قتلوه وقتلوا اللوى علي شفيق مدير مكتب المشارعب حاكم عامل أربعة قتلوهم في لندن مدحة أنه مسمى انتحار أو كذا أو كذا ده موضوع يعني خاص لحلقات أخرى صحيح أن الشرطة البريطانية تسطرت وطبعا أكيد المخابرات البريطانية بتساعدهم في هذا الأمر لكن العبرة أنه كانت عمليات القتل بتتم به مش بالمستوى يعني أعتقد لو مخابرات السعود اتصل بمخابرات السيسي لتنفيذ عملية كانوا ممكن نقول لهم سبوهنة ادونا قرشين وإحنا ننفسهم وكانوا هم مكلفوا حد وبتاعه السيسي خد له اتنين ثلاثة خمس عشر مليون دولار وبمئة ألف دولار خلص العملية القتل وضرب الباقي هو والزباط في جيبه أولا خدت نسلا تسع مليون والمليون وهزع على الضباط المنفذين والقاتل اللي هيبشر على الأرض ممكن يخد له مئة ألف دولار وخلاص يعني تمام لكن واضح أنه الجريمة منفذة بعقلية بداية تماما 1260 نيلة يعني بصراح حاجة فضيحة يعني هو واحد صار نفسه وكاميراته في مكانه ومعروف الدرجة الرحفين وحاجة يعني في منتال الغراب فاستنادا لذلك أستبعد أن تكون مخابرات السيسي مشاركة في عملية القتل وارد لكن احتمال ضعيف ممكن يكون نعرف الحال موجودين حاليا مستوى متاعت خط السفر ممكن الله أعلم طيح دي في مسألة في مرحلة الإخلاق أن هم 15 ربط مخابرات السعودية خدوا بعضهم وغادروا خارج البلد طبعا أيضا المرجح أن هم اتجهوا إلى البلد قريب أو مجاور لماذا؟ لأنه هو عشان يطير للأراضي السعودية محتاج يسير فوق الأراضي التركية ما يقرب من ساعة ونصف الهواء ممكن تكون الجريمة اكتشفت وممكن الحكومة التركية في هذه الحالة تجبر الطارق دي تقول له هنزلي يعني ممكن يحصل أي حاجة فهو حرامي زي مثل الحرام لابد أنه يهر فورا من الأرض التركية ويطلع في الأجواء الدولية بحسب بخارج السيطرة التركية وهلا لن يتأتى إلا في دول مجاورة أيما كان أعتقد أن التكنولوجيا الحديثة ستكشف الكثير عن ما جرى في هذه الجريمة وستكشف أن المخابرات السعودية هشة جدا وضعيفة جدا وأنا طبعا دائما أقول أن مخابرات الخليج ذكية وماكرة وتتسم بالدهاء الشديد بشرط أن يكون من يحركها المخابرات الأمريكية يعني هالمخابرات الخليج دي ناس لا مش حبيطة لا أذكياء جاد مخابرات الخليج أذكياء جاد لكن بشرط أنه تحط الفيشة الأمريكية الكابل الأمريكي فيهم يوصل لهم الكهرباء لو شلت عنهم الكابل الأمريكي نشوف عملية بالمنظر اللي حصلت مع جمال خاشقجي حاجة يعني هما نسي ضباط مخابرات السعودية دول أن هما يرفعوا الفيديو اللي سقاتلوا بجمال خاشقجي أو صور جمال خاشقجي وهم يقتلونه نسي يرفعوا على اليوتيوب دي الحاجة الوحيدة اللي عددته أنه هما جابوا الراجل في القنصلية والناس عارفة والكاميرات مسورة في القنصلية والكاميرات مسورة الفيديو على اليوتيوب طبعا هو في الآخر رئيس المخابرات السعودية قن زبط جيش وآتوا به من الجيش دلو أحمد الأسير كان متحدث باسم إخوات التحالف في اليمن وآتوا به يلا رئيس مخابرات ودون أن يعرفها شيئا في المخابرات كل يلا يعني هو من في العالم العرب ماسي حاجة تقتصاصه كلها سايبة يعني أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت وستضح أكثر لما تعلن التحقيقات وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته